السلام عليكم سابع اليوم هنأخذ آخر طريقة من طرق انتقال الحرارة وهي الإشعاع ذكرنا التوصيل والحمل في الفيديوهات السابقة اليوم هنأخذ الإشعاع هلأ عرف الإشعاع يا سابع الإشعاع هي إحدى طرق انتقال الحرارة في المواد الغازية والفراغ يعني رح تنتقل الحرارة عن طريق المواد الغازية زي الهواء وعن طريق الفراغ طيب خليني أعطيكم مثال أنه كيف رح تنتقل للحرارة عن طريق الهواء هلأ هسه إحنا في فصل الشتاء من لما نشغل المدفئة شغلنا المدفئة وقربنا إيدنا من هذه المدفئة لما تقرب إيدك أنت من المدفئة يا سابع بتلاحظ أنه إيدك ارتفعت حرارتها ليش ارتفعت حرارتها؟ لأن المدفئة ترسل إشعاعات هاي الإشعاعات وصلت لإيدك عن طريق الهواء اللي هي المادة الغازية تمام؟ عن طريق الهواء وهي مادة غازية أتوني مثال بالإشعاع بالفراغ اللي هو عن طريق أشعاعات الشمس هلأ أشعاعات الشمس كيف تتسخن سطح الأرض؟ هلأ أشعاعات الشمس ده توصل إلى سطح الأرض عن طريق الفراغ عن طريق الفراغ فمن الأمثلة على طرق انتقال الحرارة بالإشعاع اللي هو تقريب يدك من المدفئة ورح توصل لإشعاعات المدفئة لأيدي عن طريق الهواء وأيضا مثال ثاني اللي هو إيش؟ اللي هي أشعاعات الشمس اللي هي رح ترسل أشعتها وتسخن سطح الأرض عن طريق الفرق هيك منكون كمنا الدرس يا سادة خلينا نحل مع بعض نفتح الكتاب على صفحة 93 نحل تطوير المعرفة تستخدم المرايا المقعرة في الطباخ الشمسي كما في الشكل 5 إلى 25 اشرح مبدأ عمله بدك تشرح لمبدأ المرآة المقعرة في الطباخ الشمسي المرآة المقعرة ي jarab تعمل على تجميع الأشعة الشمسة الساقطة عليها في نقطة هاي النقطة بسميها بؤرة حقيقية هاي النقطة وهاي البؤرة الحقيقية تكون درجة حرارتها مرتفعة جدا هاي هاي هذا البؤرة هون هاي البؤرة بتكون حرارتها جدا مرتفعة فبيحطوا عليها الطنجرة أو الطبخة اللي بدهم يطمقوها تمام؟ فإيش جوابي حيكون؟ جوابي رح يكون كالتالي مبدأ عمل المرآة المقعرة في الطباخ الشمسي تعمل المرايا المقعرة على تجميع أشعة الشمس الساقطة في نقطة واحدة بتجمع كل أشعة الشمسية ونقطة واحدة وتسمى بؤرة وتكون حرارتها جدا مرتفعة هذه النقطة بيوضع عليها الطباخ ويتم وضع الطبخة عند هذه النقطة لأن حرارتها بتكون جدا مرتفعة طيب تقويم والتأمل اذكر الطرائق التي تنتقل فيها الحرارة في كل من الحالات الآتية يعني عندك هنا حالات بدك تحكي لي طريقة انتقال الحرارة المناسبة هل تسخين الماء في إبريق فلزي على النار هل كي بد يسخن الفلز الفلز يسخن عن طريق التوصيل إذن الفلز بيسخن عن طريق التوصيل لأنه صلب أما الماء اللي موجود داخل الإبريق الماء داخل الإبريق كي بد يسخن لأنه سائل عن طريق الحمل ممتاز تمام الفلز رح يسخن عن طريق التوصيل لأنه صلب والماء لأنه سائل رح يسخن عن طريق الحمل هلأ وضع يدوك بالقرب من متفأة المشتعل هل إيش رح تكون عن طريق الإشعاع لأنه الهواء قلنا مادة غازية طيب تسخن الشمس لزطح الأرض برضو الإشعاع تنتقل عن طريق الفراغ أحسنته وضع طرف ملعقة طعام في ماء ساخن لما بد يحط ملعقة طعام في ماء ساخن كيف رح تسخن لأن هالملعقة صلبة فبالتالي عن طريق التوصيل ممتازين ممتازين طيب هل سأفسر كل من ما يأتي تصنع أواني الطهي في معظمهم من الألمنيوم الفلات ليش الأشياء اللي منطبخ فيها الطناجر وهي الأشياء تصنع من الألمنيوم الفلات لأن الألمنيوم الفلات من المواد الموصلة للحرارة أحسنته لأن الألمنيوم والفلات والفلات من المواد الموصلة للحرارة ممتازين طيب تصنع مقابض أواني الطبخ من الخشب أو البلاستيك ليش بصنعوا المقابض يعني للطنجرة أنا بدي أجي أمسكها بتكون المكان المسك من الخشب والبلاستيك ممتاز لأن الخشب والبلاستيك من المواد العازلة إذن لأن الخشب والبلاستيك والبلاستيك مادة عازلة تمنع من انتقال الحرارة إلى يدك تمنع من انتقال الحرارة إلى يدك عند محاولتنا لمسك الضنجرة وهنا نكون كمننا درس طرق انتقال الحرارة والسلام عليكم ورحمة الله